أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على استمرار مملكة البحرين في توفير البيئة الجاذبة للأفكار الإبداعية والمبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تسهم في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص الواعدة أمام أبناء البحرين بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وأشار سموه إلى أن ريادة العمال في المملكة أصبحت نموذجا ملهما وسجلت العديد من قصص النجاح بإبداع أبناء البحرين من الشباب الذين بأفكارهم الخلاق ساهموا بفاعلية في مسيرة العمل الوطني جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القطبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أماناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء لدى لقاء سموه السيد بوب تاكر رئيس منظمة رواد الأعمال في البحرين وعضاء مجلس الإدارة حيث أكد السموه على موصلة تبني المبادرات التي تعزز الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوفير الفرص النوعية أمامها بما يوجه طاقاتها وابداعها نحو البناء والتنمية منوها سموه بالمشاريع المميزة والابداعية لرواد الأعمال البحرينيين وما حققته من إنجازات كبيرة هي مصدر للفخر لدى الجميع وأشار السموه لأن التحديات المختلفة التي يمر بها العالم تتطلب دائما التميز في المشاريع لتعزيز تنفسيتها لا في تنسموه لأن تنامي مجالات ريادة الأعمال في مملكة البحرين يستندوا في المقام الأول إلى ما يمتلكه رواد الأعمال في المملكة من طموح وحب للريادة بالإضافة إلى مما يتوفر من بيئة عمل متكاملة تشجع على الابتكار وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتم خلال لقاء استعراض الدور الذي تطلع به منظمة رواد الأعمال على الصعيد العالمي في تنمية أنشطة رواد الأعمال وإسنادهم للوصول للهدف المرجو في المزيد من النمو والتطور لمشاريعهم وبسامات فرعها بمملكة البحرين مع رواد الأعمال البحرينيين في هذا الجانب من جانبهم أعرب رئيس وعضاء مجلس إدارة منظمة رواد الأعمال في البحرين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يبده سموه من حرص لتسهيل عمل المنظمة بمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر